فيما خص قرار مجلس الوزراء تلزيم أشغال توسعة الشبكات الهاتفية للخطوط الثابتة الذي أعطى وزارة الاتصالات صلاحية استدراج عروض كان لتقرير الجديد مساهمة في تسريع التفتيش المركزي طلب المستندات بحسب رئيس التفتيش جورج عطي هلأ بالاستناد للتقرير اللي أوردته على عشيشة الجديد اللي صار هو التالي طلبت من إدارة مناقصات تكون عم بتقدم مطالعة معينة من مراجعة قانون محسب العمومية يتضح على أن استدراج عروض يجب أن يخضع لنفس الأحكام التي تخضع إلى الصفقة العمومية ويجب أن يتم ضمن إطار إدارة المناقصات بعد اطلاع عطي على المستندات تبين أن تعديلا في قرار مجلس الوزراء صدر في الخامس من الجاري يستبدل كلمة استدراج عروض باستقصاء أسعار أرار جديد لمجلس الوزراء صحح في كلمة استدراج عروض واستبدلها بكلمة استقصاء أسعار التي بحسب نص 147 من قانون محسب العمومية فقرة 12 يجوز فيه لرئيس لمجلس الوزراء منح هذه السلطة سلطة التلزيم بالتراضي أو استقصاء أسعار للوزير بناء للطلبية التصحيح اللي صدر بن وجلس الوزراء بالمستندات مغير قرار ولا مصلح مصطلح التصحيح وردني كتاب بيقول فيه مجلس الوزراء الموضوع تصحيح قرار مجلس الوزراء 111 تاريخ عشر خمسة ورد بـ 5-6-2017 يتضمن الأرار المصلح يتضمن الأرار المصلح والتصحيح مصادر قانونية ووزارية أكدت للجديد أن هذا التعديل هو في جوهر القرار ولا يصح تعديل القرار إلا بقرار من الحكومة وهذا ما لم يحصل في مجلس الوزراء ما يعد محاولة لتغطية المخالفة بعد طلب التفتيش للمستندات منذ نحو الشهر إنما جرت تريس بعدم إرسال مستندات لأنه كان فيه قرار طلبه من مجلس الوزراء ينحطع مجلس جدوى الأعمال لا تصحيح هذا التعديل برسم الوزراء الذين لم يطلعوا عليه بعد تواصل الجديد مع عدد منهم وفي سياق آخر طلعتنا قناة المر قبل يومين بتقرير لم يتضمن أي مستندات إضافية في الموضوع لكن التقرير لم يكن دقيقا بحسب رئيس هيئة التفتيش المركزي وكل ما قالته المراسلة هو محاولة للتصويب على تقرير الجديد حيث قامت باجتزاء كلام القاضي عطيه لغاية في نفسها وعطيه يوضح الأمر يعني ما كان فيه رد على الجديد بالمقابل اللي أنا أعطيته لوسيلة ألمية للأم تي في حتى أنا كنت واضح وقلت بالاستناد إلى التقرير اللي حضرتك عملته أنا استعجلت المستندات فيه اجتزاء حصل للحديث اللي أنا أعطيته الفكرة أنا وضحت على أنه بالاستناد يلي ما ورد على شاشتكم هذا الموضوع أخذ دراسته فيما بعد تقريركم الأمر خرج من صلاحيات التفتيش المركزي ولكن لا بد من سؤال مجلس الوزراء مجتمعا ما حكم تعديل القرار باستبدال الورقة بأخرى وما غاية عدم إجراء مناقصة أو استدراج عروض في هيئة إدارة المناقصات ولماذا هذه الاستنسابية في ملف تلزيم تشوبه على ما تستفهى من عدة هادي الأمين قناة الجديد موسيقى